أول بيتين كانت موقف يعني مع أحد الأستقاء طبعاً نوياهم طبعاً حصل موقف أو خلاف بيننا ورجعت ونزلت زعلان المهم بعد ما رجعت طال عمرك رحت البيت لهي في خاطري ودي أكلمهما أطلع لي في خاطري هم كم واحد يعني أصدقاء هم اثنين أيوه ودي أطلع لي في خاطري ما قدرت مسلحين يقولهم بالكلام وهم تروح تيجي تروح تيجي واروح وتكي قلت بروح دوانية كني استانس حقات لها وشيات واروح أتكي فيها وتكي لا منغت منغت في خاطري أعوذ بالله والله هو أقصد وأكتب اللي يوم فرط معي ذا البيتين طبعاً هي أول بيتين حتى أني أول ما نزلتها بعلمكم سالفتها يوم كتبتها طال عمرك وجيتها بنزلها ذليت من النقد يعني بيقولوني أمالكم والشعر البيتين زي كذا البدايات لاني أول مرة أنزل والجماعة واللي عندي في السناب يشوفوني منزل بيتين ولا أدري هي زينة مهيب زينة ما عارف أقيمها ما عارفوا بس أنها طلعت حلو قلت طال عمرك أترك خوي اللي زعل عكرة الجو وخاو الخوي اللي على العز مبداه بعض الرفاقة بعدهم ينشي النو بعض الرفاقة هي عرمالها شباه أصورها طال عمرك أحط وضعية الطيران أول ما زالت السناب سحدنك حطيت وضعية الطيران عشان ما أشوف الخاص حق السناب وأقعد خمس دقائق عشر دقائق قلت بعودة أفتح الطيران بدخل الخاص يوم بدخلت الخاص رأكل هزرق قلت يا الله الخيرة هذا حين ذا يشتم وذا يسب وذا يقول مالكم القصيد والله يرى يجيل أنه الخاص ما فيه ولا رسالة سلبية نقول لهم ما شاء الله وشذا البيتين ترك شاعر كنت ورحنا بيتين طالعت قالوا كان ذي بداية ترى مرك طيبة كمل واستمر ومن ذاك اليوم إلى يومكم ذا وأنا مستمر الشئ يا السلام عليك صلاقة حلوة وجميلة بهالموضوع بعد موضوع الصداقة